بسم الله الرحمن الرحيم شكراً فخامة الرئيس الأخ العزيز السيد أردبان على هذه الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال سعدا بأن نكون هنا معكم في هذه الزيارة الرسمية للجارة العزيزة تركيا في عاصمتها أنقرة إذ تربطنا علاقات عميقة هذا العمق التاريخي إضافة إلى التجاور الجغرافي خلق بيننا عوامل مهمة في تأطير أواصر العلاقة وتمتينها بما ينعكس على البلدين الجارين نجدد تعازينه وتضامنه مع تركيا حكومة وشعباً زاء كارثة الزلزال أسأل الله أن يرحم الضحايا برحمتهم الواسع ويمن على الجرحة بالشفاء العاجل ونتمن الدور الكبير لكل فرق الإغاثة التي تمكنت ولله الحمد من إنقاذ عشرات الآلاف من المواطنين اليوم كانت لدينا مباحثات مثمرة وبناء وحديث مسؤول وجاد مع أخي فخامة الرئيس ومن ثم الاجتماع الموسع للوفدين ركزنا في هذه المباحثات على تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة وخاصة المجال الاقتصادي وضعنا أساس مفاده تعزيز التعاون مع الأشقاء والجيران في هذا المجال الاقتصادي بالشكل الذي ينعكس على مجمل العلاقات السياسية والاجتماعية والأمنية بين البلدان مشروع طريق التنمية والقناة الجافة لما تفضل فخامة الرئيس ومشروع ليس فقط للعراق وتركيا وإنما للمنطقة والعالم هو يربط الشرق بالغرب هو الممر العالمي لنقل البضائع والطاقة الطاقة التي سوف تنقل عبر هذا الممر من دول منطقة ومن العراق الذي من المؤمل خلال السنوات المقبلة إن شاء الله وفق الرؤية التي تعمل عليها الحكومة ينتقل إلى دولة مصدرة للغازم بحكم ما يمتلك من ثروة هائلة في هذا المجال هذا المشروع كان محط بحث مستمر بين العراق وتركيا على مختلف المستويات واليوم وصلنا إلى هذا الإعلان مع فخامة الرئيس منه نوجه الدعوة للأشقال لدول المنطقة إلى عقد اجتماع قريب إن شاء الله في بغداد نناقش بشكل تفصيلي مراحل وتفاصيل تنفيذ هذا المشروع الحيوي سوف يكون هناك خط بالسكة الحديد ينقل البضائع كمرحلة أولى ثلاثة مليون ونصف ومرحلة